صباح الخير خاص يقول لك أن الزرع والحضايق والنباتات لها تأثير وايد إيجابي على الصحة النفسية بنتعرف عليها خلال الحلقة أما في فقرة الفعاليات اليوم بنتحدث عن الفعاليات الموجودة في إمارتنا الحبيبة ونتكلم عن افتتاح مركز أمنيات لدعم أصحاب الهمم شو اللي متوفر في هذا المركز من خدمات لأصحاب الهمم وأيضا الدعم النفسي والتشخيصي اللي موجود في هذه الفعالية بنتعرف عليها أكثر خلال الحلقة أما في فقرة أسنع اليوم مشاهدينا بنتحدث عن أكلة قرص القدر اللي هي أكلة إماراتية وايد لذيذة نتعرف عليها أكثر وأكيد عندنا فقرات أخرى بنتكلم عن الفن وغيرها فخلكم ويانا قبل ما نبدأ مشاهدينا حلقتنا لليوم بذكركم أن ترمو تتفاصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاك صباح الخير يا ورطان صبحكم الله بالخير مشاهدينا مني يديد وفي حلقة يديدة من برنامج صباح الخير يا وطن من تلفزيون لفجرة حلقة يديدة يعني مواضيع متنوعة وأيضا إن شاء الله هذه الحلقة تكون تفيدكم وتنال على أعجابكم مشاهدينا قبل ما نبدأ مواضيعنا لليوم نبقى نعرف شو هي أخبار الجو أو التقص حول الإمارات ويا زميلتنا نتاليس اللي بتخبرنا عن حالة التقص في مختلف مناطق الدولة عادل جو حلو هاليومين خلونا نشوف نتاليس شو محضرة صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام نسعد صباحكم وبرحب فيكم بفقرة تقص الإمارات بداية راح تكون من إمارة أبوظبي الجو صافي درجة الحرارة بتصل صباحاً للـ 23 درجة بتنخفط للـ 18 درجة ليلاً رياح شمالية غربية سرعتها بتتروح من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة بتصل إلى 52% مثل ما نشوف مشاهدينا هيدا السورية اللي وسطنا من شاخب إمارة أبوظبي ننتقل لإمارة دبي الجو صافي درجة حرارة القصوية 24 درجة صباحاً و18 درجة ليلاً رياح غربية سرعتها بتتروح من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة فتصل إلى 49% من إمارة دبي نشوف هيدا السورية اللي وسطنا من كمان أنتوا كمان ما تنسوا تشاركونا في صوركم لنشوف جمال إماراتكم بعد ساتكم وإلى إمارة الفجيرة الجو صافي درجة حرارة تتروح من 24 كحد أقصى وتنخفض للـ 18 درجة ليلاً رياح شمالية غربية بتتروح سرعتها من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة فى 46% حال البحر المشخفيف ارتفاع قرب الساحل بيكون من 1 إلى 2 قدم أما بالعمق بيكون من 2 إلى 4 قدم نبقى مع إمارة الفجيرة ولكن هلأ أخبركم عن حالة طأس بدبال الفجيرة جو صافي درجة حرارة تتروح من 22 كحد أقصى وتنخفض للـ 18 درجة ليلاً رياح شمالية شرقية بتتروح سرعتها من 15 وقد تصل للـ 35 كم بالساعة عما الرطوبة فى 44% ومن دبال الفجيرة إلى مسافي جو صافي درجة حرارة تتروح من 24 كحد أقصى وتنخفض للـ 14 درجة ليلاً رياح غربية بتتروح سرعتها من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة فى بتصل للـ 47% بالنسبة لأوقات الشرق والغروب بإمارة الفجيرة فالشرق هو عند الساعة 6 والـ 55 دقيقة بما الغروب فهو عند الساعة 6 ودقتين مساء صورة من إمارة الفجيرة يلي بعثت لنا ياها سالم وتشارك معنا ننتقل لإمارة الشرق الجو صافي درجة حرارة القصوية 27 درجة صباحاً و20 درجة ليلاً نسبة للريح فى هي شرقية بتتروح سرعتها من 10 إلى 15 كم بالساعة عما الرطوبة فى 59% هذه الصورة اللي عم تشوفها مع بعض بعثت لنا ياها سوصاً متابعتنا من إمارة الشرق نكمل نشط تأس اليوم من إمارة عجمان الجو صافي درجة حرارة القصوية 24 درجة صباحاً و17 درجة ليلاً نسبة للريح فى هي غربية بتتروح سرعة من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة فى 50% نشوف مع بعض هذه الصورة اللي وصلتنا من عجمان لمتابعنا راشد من عجمان نروح لإمارة قوين الجو صافي درجة حرارة القصوية 24 درجة صباحاً و17 درجة ليلاً نسبة للريح فى هي غربية بتتروح سرعة من 15 إلى 30 كم بالساعة عما الرطوبة فى 52% مشاهدين ماجد من إمارة قوين شاركنا بهذه الصورة هلأ مننتقل لنشوف أحوال التأسبة مع ترس الخيمة جوصة في درجة الحرارة القصوية 24 درجة صباحاً و14 درجة ليلاً نسبة لريح في جنوبية غربية بسرعة تبط راحباً 15 إلى 25 كم بالساعة أما رطوبة في 54% هنشوف مع بعض مشاهدين هذه الصورة من رس الخيمة لمطابعتنا سرين إذا حابين تفرجوا العالم جمال إماراتكم بعدها سيدكم ما تنسوا تبعطونا الصور على حساباتنا عبر مواعي التواصل الاجتماعي ما تنسوا تخبرونا عن الاسم من أي إمارة عن بترسونا هيدا كان كل شيء لليوم بفقر التأس لإمارات وأشوفكم بكرة أشكر زميلتنا ناتاليس على هذه الفقرة طبعاً مشاهدين أنك نبدأ معاكم حلقتنا لليوم تأهيل أصحاب الهمم والاهتمام بهم من أولويات دولتنا الحبيبة الإمارات وعشان شيء يوجد مراكز تنظيم بفعاليات كثيرة تهتم بأصحاب الهمم ومنذ أيام تم افتتاح مركز أنيات لدعم أصحاب ذوي الهمم وهو مركز يعيش فيه الأطفال على كوكب يحمل الرقم 71 يتحدثون اللغة المحبة والسلام راح نتكلم أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع وهذا المركز ولكن خلونا نشوف هذا الفيديو التالي وراجعه موسيقى الموسيقى الموسيقى اشتركوا في القناة ويا ضيفنا في الاستيديو الدكتور عادل المرزوقي مدير عام مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم صباحك الله بالنور صباحك الله بالنور حياك الله دكتور في البداية لو تحدثنا عن مركز أمنيات لدعم أصحاب الهمم نعم مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم من المراكز الجديدة على مستوى الإمارات ولها رؤية شوية مختلفة نحاول قد مستطاع أن نجعل هذه الرؤية تتوافق مع الرؤية الإنسانية للدولة وأيضا من ناحية الرؤية من ناحية أنه نهتم بأصحاب الهمم وذويهم كثير من المراكز يهتمون بأصحاب الهمم ولكن نعتقد أن ذوي أصحاب الهمم اللي هم الأب والأم خصوصا هم المدرسة الأولى وإحنا مدرسة الثانية فمركز أصحاب الهمم أمنيات من المراكز التي حاولت قد مستطاع أنها تكون متميزة في الجانب الرعاية والعلاج وأيضا من ناحية الفعاليات والأنشطة والدعم والرعاية لأصحاب الهمم وذويهم لأن كلها منظومة متكاملة إذا اهتمت بالولد ولكن ما اهتمت بالأم والأب وشو يسمون في البيت وكيف يكون نفسياتهم والظروف اللي يمرون فيها إذا احنا ما دعمناهم وما وقفنا وياهم يمكن هذا يأثر أيضا على الإبن سحيح لو نتحدث أيضا على الخدمات التي قدمها مركز أمنيات من ناحية العلاج النفسي وأيضا التشخيصي شو هي من خدمات قدمونها نعم مركز أمنيات مثل باقي المراكز عنده كثير من الخدمات الموجودة اللي هي مثلا التشخيص المبكر لأنه يكون من أصحاب الهمم أو لا نعم أيضا التقييم والطبي من وذات صحة بحيث أن يكون نعرف أن هذا الولد فيه شيء ولا ما فيه شيء فعندنا جميع نوع التقييمات الخاصة بأصحاب الهمم وأيضا عندنا اللي هو الدعم النفسي يعني مثلا استشارة نفسية عندنا خصائية نفسية معتمدة من هيئة الصحة فتقدم الاستشارات النفسية وأيضا عندنا كوتشين أصحاب الهمم نعطيهم أيضا جلسات كوتشين من باب الدعم لهم الخدمات اللي نعطيها أيضا لأصحاب الهمم يعني الخدمات المعروفة اللي هي يعني علاج النطق صعوبات النطق العلاج الوظيفي فرط الحركة تعديل السلوك صعوبات التعلم عندنا أيضا غرفة خاصة يعني يسميها غرفة العلاج الوظيفي وأيضا اللي فيها التي هي غرفة الحواس التي تقوي الحواس عند الأطفال وعند هذه الفئة المهمة وعندنا أيضا التمكين الصوتي أيضا القرآن الكريم وعندنا أيضا الأنشطة المهارات النادرة مثل الرسم الهندي كرافت البستنة الأزهار الشيف أمنيات يتعلمون كثير من الأنشطة الحياتية التي يكونون قادرين على التعامل مع المستقبل في حياتهم نعم جميل أنشطة جدا مهمة وأيضا تعود عليهم دكتور بالإيجابية على صحتهم النفسية يعني عندنا موضوع البستنة أيضا نتحدث عنه اليوم في الحلقة ولكن شلون يتم مثلا اختيار الطلاب خلينا نقول حتى يتم التعامل معهم من ناحية التشخيص النفسي هل الكل يمر في هذه المرحلة ولا يتم اختيارهم نعم طبعا هنا في بداية نحن نسوي جسة استشارية مجانية أي حد يجي من المركز حياة الله مفتوح للجميع يعطي جسة استشارية من خلال أخصائيين يتشوفون بعض الاختبارات البسيطة يتأكدون أن هذا الطفل أو هذا البنت تشوفيها من حالة خاصة تحتاج إلى شيء معين ثم بعدين يقررون هل هذا يحتاج إلى يدخل مدرسة فعندنا نظام الدراسي من ساعة ثمانية إلى ساعة تقريبا واحدة ونص وعندنا أيضا الجلسات الخاصة نعم اللي هي تكون كل هذا يحتاج مثلا الجلسات مثلا علاج نبطب هذا يحتاج جلسات علاج وظيفي بالإضافة إلى الدراسة بالإضافة إلى الدراسة نعم ففي بعضهم يكون دراسة فقط ويكون فيها هذه الجلسات وببعضهم يكون لا يكون مثلا يروحون للمدرسة مدرسة عادية لكن عندهم بعض المشاكل البسيطة في يحتاج أن يجون بعد المدرسة عندنا في المركز فنقدم منهم هذه الجلسات فالموضوع هو موضوع متكامل بعد ما يسوون هذا كله يضعون خطة خاصة لكل طالب يعني ما في منهج خاص للجميع نعم كل طالب عنده خطة خاصة يمشون عليها للسعي لتقدمه وتطوره في هذا المجال على حسب احتياجات الشخص اللي موجود ولكن دكتور يعني شلون يتم تنظيم هذه الصفوف مثل ما ذكرت على حسب قدرات الأشخاص وغيرها كيف يتم الفصل والتقسيم يعني نعم نحن عندنا من ثلاث سنوات إلى 16 سنة فدائما الأعمار الصغيرة اللي تكون مثلا من خمس سنوات إلى ست سبع سنوات هذا يكون صف بروحهم واللي يكونون مثلا من عشر سنوات إلى ثلاث عشر سنة يكونون صف بروحهم لأن يكونوا جسمانهيا أكبر فيكون طاولاتهم غير جلساتهم غير أيضا الأنشطة مالتهم غير تختلف وطبعا هنا الصفوف نحن مهيئين بكل السبل يعني الصحية والتي تتوافق مع أصحاب الهمم فعندنا الأرضيات هي أنتيبكتيريا مثل المستشفيات جميل الألوان تم اختيارها من خلال المتخصصين لأن هذه الألوان تتوافق ويرتح لها أصحاب الهمم لأن في بعض الألوان تنرفزهم ويتخليهم يعني فتم دراسة الألوان أيضا الموجودة في الصفوف جميل وتم تجهيز الصف بكل الأدوات والمعدات التعليمية لكل فئة من هذه الفئات جميل لو نتحدث عن موضوع خدمات التعليم الخاص كيف يتم تعزيزها حتى تتوافق مع قدرات أصحاب الهمم نعم طبعا التعليم قد يكون تعليم القراءة الحروف تعليم الصوت فهذا كله من خلال عالم أمنيات الداخلي ومن خلال الخطة الخاصة لكل طالب فهذا يدخلون مثلا هذا النوع من الأنشطة هذا النوع من التمارين بحيث أنه يتعلم كثير من الأشياء وعندنا في عالم أمنيات ممكن نتكلم عنها بعدين لكن مصرف أمنيات وعندنا عملات خاصة نفس العملات الإماراتية لكن داخليا من باب أنهم يتعودون أن هذا خمس دراهم هذا عشر دراهم هذا يشتري فيه مثلا وجبة هذا يشتري فيه تيكت للسينما عندنا السينما الداخلية أيضا نعم فيكون الطالب عنده قدرة على الحساب والتعلم من خلال هذه العملة الداخلية جميل شكتر مهم دكتور يكون موجود هذا الموضوع الذي ذكرته سينما وماكن الخدمية الأخرى يعني شو تساعده يعني غير أنه يتفاعل مع المجتمع أيضا ويروم أنه يعني خلينا نقول لي يسر أموره ويمشي أموره صحيح؟ نعم نحن من خلال عالم أمنيات الافتراضي حاولنا نخلق عالم افتراضي جميل بحيث أنه يعيش الحياة داخل المركز حقيقي حقيقي حيث أنه ما يطلع برع يقدر فعندنا مثلا كانتين زين 62 اللي مأخوذ من كتاب دبي 1962 اللي كان فيه صور للشيخ راشد الله الرحمن وغيرها من الشيوخ اللي أفرج عنها الفترة الأخيرة فهذا الكتاب جاب صور كثيرة من تراثنا الإماراتي نعم فسمينا الكانتين بهذا الاسم فيمثلا يشتري مثلا وجبة من كانتين يبيع رسمة يبقى يشتري تيكت فيكون عنده أخذ وعطى يعرف أن هذا كذا وهذا كذا فيبدأ يشتري ويبيع ويأخذ ويعطي فهذا يجعله مؤهل أنه في مستقبل أنه يطلع برع يقدر يروح الدكان يقدر يشتري يقدر يعمل شيء يقدر يتعامل مع الآخرين في هذا الشيء وأيضا سوينا لهم بطاقة مصرف أمنيات فيكون عندهم مثلا بطاقة قد يكون فيها مبلغ له يقدر يستعملها داخليا وفي تنسيق الآن مع بعض البنوك أنه ممكن أيضا يرعون هذه البطاقة بحيث أن يكون فيها مبلغ من باب تشجيع هؤلاء أنهم يعرفون كيف يبيعون ويشترون بنفسهم جميل في العالم الخارجي نعم شيء جميل لكن لفتني موضوع السينما شو من أشياء يتم عرضها في هذه السينما هاي الأمور مثلا أفلام تعليمية وغيرها نعم طبعا المراكزة فيها السينما قليلة جدا على مستوى الدولة نحن من مراكزة قليلة فيها السينما لأن هذا يرفع عدد النجوم للمركز أن يكون فيه سينما نعم طبعا السينما قد يكون سينما ترفيهية وقد يكون سينما تعليمية ففيها الأثنين أحيانا يكون فيه ترفيه شوية أحيانا نقول حقا الأب تعال شوف مثلا رسومة حركة مع ولدك يقعد من بواد بأن كذا وأحيانا يكون فيه يشوفون شيء تعليمي ثم يروحون الصف يطبقونه جميل وأيضا ما نسوي لهم مثل الفوشار يعني مثلا شو فيه هذا من أعمال أصحاب الهمم نعم بحيث أن يقعدون كراسي مثل كراسي السينما فيقعدون مثلا يأكلون فوشار فيدخلون أجواء السينما بحيث أن يعني يستمتعون فيكون المركز مش مركز تعليمي فقط وعلاجي بقدر ما هو نستخدم اللعب والترفيه للتعليم بحيث أن الجو يكون مريح لهم ويستنسون فيها لذلك الحمد لله كثير من طلبة يعني من يوم الباص يعني يفرحون مستنسين يعني يفريون اليوم ليون لأن فيه الأنشطة يكون فيها أنشطة حتى عندنا الشيف أمنيات مثلا يروحون المطبخ أيضا كل يوم فيه وجبة معينة وكل واحد يسوي الوجبة يعطي حق الآخر فيعرف عدد الموجودين كأرقام ففيه وايض تقنيات يستخدمون عندنا خصائين من باب الشيء اللي نسويه هو تعليمي ولكن ترفيهي ترفيهي وتطبيقي في نفس الوقت فأكيد يعني بيكون أسهل وأجمل نعم دكتور ذكرت في بداية حديثك أن الأهل أن أنتم تتميزون يعني تركزون على أصحاب الهمم وذويهم أيضا يعني أهاليهم شلون يتم هذا الشيء نعم مثل ما ذكرتنا نحن نعتبر أن الأم والأب هم المدرسة الأولى لأنهم حتى لو تموا عندنا 6-7 ساعات ترى هم أكثر وقت في البيت من اللي يرعاهم من اللي يهتم فيهم من اللي يوديهم يعني دورة المياه ومن اللي يطلعهم كلها غالبا الأب والأم يقومون بدور كبير ونحن نشعر بهذا الأمر لذلك عندنا كثير من الأنشطة يعني مثل عندنا برنامج سمنا يروين يعني كيف الأم تروي قصتها نعم والتحدي اللي مرت فيه في يعني ولدها وكيف نجحت في هذا الشيء فهي فعلا نعتبرها قدوة لكل النساء نعم لأن اللي مرت فيه ترى مو شوي وهذا يتم خلال جلسة هي يكون مدخلات تصوير فيديو يكون لهم يعني يكون القناة معينة لأن اليوم كل واحدة كل يوم هذه الخصة التوحد اليوم ينتشر بسرعة والنسبة تعلق كل يوم حد يكتشف أنه ولده فيه توحد نعم فبعضهم يصدم وما عنده القوة النفسية والصلابة النفسية والرضا أنه يقوم بهذا الأمر فهذه مثلا أمهات أصحاب الهمم عندما يرون قصتهم يعطون يعني دعم نفسي للآخرين دعم نفسي للآخرين نحن نعتبر أن الأم هذه صراحة هي الطبيبة هي المعالجة هي المدربة هي الكوتش بالفطرة مربية صحيح ونحن نسوي لهم إن شاء الله قريب أيضا هو كوتش أمهات أصحاب الهمم أنا أول مدرب إماراتي يقدم برامج كوتشينغ موتمدة من تحاد دولي كوتشينغ فمنخرج مجموعة من الأمهات يكونون كوتشيز ويقدمون جهسات كوتشينغ لباقي الأمهات جميل باب الدعم للجميع شيء وايد حلو نعم دكتور نحن نشوف قدامنا بعض الأغراض التي يبتعى هذه التي ذكرتها هي 62 نعم هذا كانتين 62 هذا اللي يبون من الأغراض نعم هذا اللي نشربون فيه وأيضا هذه من الأغراض التي كانتين بعض المأكولات وبعض الأشياء نحط فيها كيف تم تحضيرها هل تم من عندهم يعني من حضرينها من خلال المطبخ جميع عندنا مطبخ يشتغلوا عليها نعم نعم جيد حلو صراحة وأيضا لدينا تنسيق مع منال العالم أن نجينا أيضا تسوي فعالية معهم هذه البطاقات هذه مثلا الدراهم مثلا هذه مثلا درهم مثلا هذا عشر دراهم هذا خمس دراهم هذا مئة درهم يعني كيف يبيع يشتري وهذا اللي يتعلمون عليها يتعلمون عليها صحيح فيحطوا مثلا خمس دراهم يعرفون ها تطلع خمس دراهم يتعلمون فيها وهذه مثلا مصرف أمنيات نعم تمام يتعلمون الحسابات يعني بشكل عام صحيح الدكتور نعم وهذا إبراهيم فعال أمنيات يعني فيه كل خدمات المركز والجنسيتي إنسان وكانتين نعم وأيضا اللي هو التمكين الصوتي والستوديو ونجوم أمنيات جميل والأزهار وغيرها من الأشياء الجميلة طبعا نحن في مركز أمنيات يعني ما نفرق بين حد وحد يعني نحن عندنا كونسب تسمى الجنسيتي إنسان أي إنسان يعني يأتي للمركز ويدعم هذه الفئة أو يرعاها بغض النظر عن الجنسيات أو العراق نعتبره هو إنسان وهذا الكنسب نسلمه لكل حد يجينا مركز ويرعى أو يسوي شيء لأصحاب الهمم نعطيه جنسيتي إنسان أنت أصبحت إنسان أنت إنساني نعم بالفعل نعم بالفعل العمل إنساني نجهزنا لك أيضا الجواز موجود إن شاء الله بنعطيه شيء إن شاء الله بإذن الرحمن يعني لا شك يعني هذا من أهم وأجمل الأشياء اللي يتم تقديمها دخلنا نتكلم نحن عن القراءة نعم شو هي الأمور اللي تتبعونها حتى يتم دمج القراءة وتأهيل الطلاب حتى أن يمارسون هذه المهارة نعم في عندنا برنامج اسمها اقرأ وهذا البرنامج فيه شقين فيه شق القراءة العادية إنهم يقرون قصص يعني نحاول لن بعض أصحاب الهمم إنه يسوون قصص أو قصص الأمهات يعني فيه تعاقد أيضا مع بعض الجهات المكتبية إنه نسوي مثل قصص من أمهات الأصحاب ثم هم يقرونها فيتعلمون القراءة من خلال التدريب الداخلي ومن خلال أيضا برامج القرآن الكريم في بعض تعفين التجويد وغيرها يعني يقوي اللغة ويقوي المخارج فعندنا أيضا بعض البرامج تتعلق بالقرآن الكريم في حيث أنها يتقون في اللغة العربية والقراءة جميل نعم بالنسبة لموضوع دكتور خلينا نقول الكشف المبكر أو التأهيل المبكر وتدخل المبكر في هذا السياق شكثره مهم نعم التدخل المبكر طبعا وائد مهم صراحة لأن كلما كان التدخل مبكر كلما كان سهولة علاجها وسهولة تأهيلها أكبر في بعض الناس أحيانا يترك الولد ما يتكلم ما عنده كثير من مهارات لا ينطق ولا شيء يترك الليل يوصل ثلاث أربع سنوات وليحن ما يشتغل عليه في هذا العمر يبدأ في هذا العمر يبدأ أن يشتغل عليه أصعب ويوم تشتغلين عليه هو توا سنة واحدة مثلا فلذلك أنا أطلب أي حد من الآباء والأمهات كان نصيح إذا شفته شيء مختلف حسيته فيه شيء في الولد على طول ودهه في أي مركز من أصحاب الهمم كمركز أمنيات لتشخيصه ونحن نعطيكم جلسة استشارية مجانية أولى نتأكد أن هذا يحتاج شيء عنده صعوبات تعلم عنده فرط حركة تركيز صعوبات نطق عشان عفشوا فيه عشان كلما اكتشفنا هذا شيء من البدايات كلما كان ممكن نضع لها خطة يعني من البداية يستمر فيها نعم بالفعل يعني سبحان الله حتى جتنا واحدة من فترة كان ولدها في توحد وتقول نحن مرينا على أكثر من المركز وكان دائما نفس المستوى وما كان فيه تحسن واضح سبحان الله بعد تقريبا ثلاث أسابيع ميات جت عندنا جت عندي المكتب وتشكرني وتقول أول مرة أشوف ولدي في توحد بدا يشوفني بدا يتفاعل معي كما يتفاعل تقريبا قبل ثلاثة أربعة أيام نطق أول كلمة في حياته نعم يعني حتى الأب بكى وتأثر أن الولدي بدأ ينطق في النهاية صحيح شافه فيه تقدم وتفاعل نعم بالنسبة لموضوع مهارات نادرة هذا القسم حدثنا عنه والشو اللي موجود فيه وكيف يتم التعامل أيضا الطلبة مع هذا القسم نعم البعض اعتقد أن أصحاب الهمم يعني كلهم عندهم يعني عاقات معينة أو يعني الصعوبات معينة لكن كثير منهم ترى عندهم مهارات وعندهم قدرات بعضهم يعني حتى بعضهم قدرات عقلية يمكن نحن ما نتخيلها فلذاك نحن سوينا قسم مهارات نادرة أن نطلع أفضل ما فيه أصحاب الهمم من طاقات وإمكانات فعندنا مثلا اللي هو وعندنا متجر أمنيات نحاول مثلا هم يسوون شيء رسمه حرفه شيء معين يسوون نحت معين ونحاول نحن نسوق له ونبيع له هذا المنتج عندنا أيضا مثلا كيف البستنا والأزهار عندنا التصوير عندنا التمثيل عندنا التمكين الصوتي عندنا كثير من الأشياء تتعلق بالمهارات النادرة اللي طلع منهم شيء ممكن يستفيدون فيه ويمكن يشتغلون فيه ويمكن يبيعونه ويستفيدون منه فبدل ما يكون صاحب الأصحاب الهمم هم يعني عالى على أهاليهم أو يعني بس يعني مصاريف ليش ما يكون هو عامل منتج وإحنا هذا من أهدافنا أن الولد يندنا مش نحن ناخذ منه بقدر ما أنه يقدر يعطي يقدر يعني ينفق على نفسه يعتمد على ذاته يستوي عندها استقلالية مالية نعم لذاك نحن سوينا مصرف أمنيات وهذه الأشياء والحاول نبيع له وحاول نسوي كثيرا الأشياء من باب أن هذا الطفل اللي عندهم هذه الحالة يندمج مع المجتمع يعني ما يكون عالى على المجتمع يكون بروحها يوقف على نفسها ونحاول نجيب له يعني الشيء المطلوب صحيح والجميل أن الشخص تكتشفون في هذا الشيء لأنه ممكن هو ما يعرفون حتى جميل مع هذه التدريبات والتأهيل أنه تروم تعرف من المواهب عنده نعم هل نتحدث الآن دكتور عن موضوع التفاعل ما بين أصحاب اللي همم مع بعض داخل المركز هل يتم يعني هل تحاولون الإشراف عليها بشكل دائم نعم طبعا كل الصف عندنا فيه يعني خصائي يعني مدرس وفيه مساعد مدرس وفيه ناني اللي هي الحاضنة فهذا كله من باب أننا نحن نحافظ على السيفتي لهم لأننا تعرفين نحيانا شوية عندهم فرط حركة ويروح يمين يسار ويكون واحد ما يقدر فلازم يكون في مجموعة تقدر أن تحافظ عليهم وتهتم فيهم فطبعا التفاعل الداخلي مهم يعني مثلا عندما يروحون مكان يروحون الطابور ينتظرون في الطابور يتعلمون من بعض يعدون بعض يذكرون أسماء بعض كل صف يعني حتى عندنا في كل صف يعني الجدول اليومي الصورة فوق من ساعة ثمانية يسوي كذا ساعة تسعة يعمل كذا ساعة عشرة فهو من خلال صور يعفنا هذا خلص اليوم هذا خلص اليوم هذا خلص بقي لكذا بقي لكذا فيستوي عنده تفاعل داخلي ومن خلال أيضا بعض الأنشطة نستويها مثلا الألعاب الرياضية والألعاب الترفية عندنا مثلا حديقة صغيرة داخلية فيلعبون فيها السيكة ويتعيبون فيها المرحانة أو غيرها من الأنشطة التي تجعل بينهم تفاعل داخلي فبعض الأنشطة أو بعض الأشياء تكون فردية لأنه أحيانا هو في الصف لكن خصائل العلاج الوظيف يأخذ واحد لكي يساعد في شيء معين لمدة نصف ساعة ساعة ثم يرجع يعني يتم أيضا التركيز بشكل فردي بشكل فردي ويضا بشكل جماعي فهي يكون في بعض الأنشطة جماعية مثلا يرسمون مع بعض يسوون نشاط ترفيهي مع بعض وهذا كله يساعدهم على الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي ويكونون عندهم علاقات تقوي عندهم هذه العلاقات الداخلية صحيح يعطيكم ألف عافية دكتور ونتمنى لكم دائما التوفيق دكتور عادل المرزوقي مدير عام في فقرات حلقتنا لليوم الحين بنروح عند زميلنا كريم الشباني حتنشوف تفاصيل حول اليوم الثالث من منافسات بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو بنسختها الحادي عشر صباح الخير يا كريم يصد صباحك ندى تحية لك وتحية للسادة المشاهدين تستمر لليوم الثالث على التوالي بطولة الفجيرة الدولية التايكواندو الحادي عشر والتي حظيت بإشادة واسعة من قبل الفرق المشاركة والأجهزة الإدارية والفنية للفرق المشاركة ضمن منافساتها هنا في مجمع زايد الرياضي وأثناء رؤساء ومديرو ومدربو الفرق بالدور الكبير الذي أولاه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي أحد الفجيرة حفظه الله لرياضة التايكواندو ورعايته الكريمة لهذه الرياضة كما أشادوا بن موسى والتنظيم العالي للأجهزة الفنية في إمارة الفجيرة والتي عكست الصورة المشرفة وقدرة إمارة الفجيرة على استضافة كبرى المنافسات العالمية والبطولات العالمية إلى جانب إشادتهم بالتصنيف الذي أهدته هذه البطولة لللاعبين المشاركين حيث نالوا عشرين نقطة وهو تصنيف عالي جدا في بطولات التايكويندو المفتوحة وللمزيد يسعدني أن الصديف سعادة نادر أبو شاويش مدير بطولة الفجيرة الدولية يسعى الصباح ويعطيكم ألف عافية يا أهلا سعاد صباحكم أهلا وسهلا فيكم اليوم بداية نتحدث عن مجريات اليوم الثالث من منافسات بطولة الفجيرة الدولية التايكويندو اليوم بالنسبة لنا يوم مهم اليوم الثالث كانت فئة الكدت تحت 14 عام وهذه الفئة الثانية القادمة الفجيرة تضيف بطولة العالم للكدت لأول مرة بالشرق الأوسط تقام هذه البطولة فاليوم كان هذه الفجيرة الفئة اللعبيننا بيستعدوا لخوض غمار نفس هذه الفئة في العام القادم إن شاء الله كلاه الأول بطولة رسمية بالشرق الأوسط فئة تحت 14 عام وأجواء ممتعة فئة بتبشر بمستقبل جيد لللاعبين شوفنا مستويات فنية مشاركة عالمية واسعة من دول كثيرة من قرارات كثيرة صراحة اليوم وساعدين بوجود الجميع في الفجيرة كيف هي أجواء المنافسة والحماس بين الفرق المشاركة وهذا ما نلاحظه بين الفئات العمرية المختلفة نعم نحن اليوم شهدنا منافسات قوية من الصباح الباكر في الأدوار الأولى ونتوقع اليوم تكون فيه نهايات قوية في نهاية هذا اليوم زي ما حكيت هاي فئة كثير مهمة لأن احنا ماعتبرها فئة أساسية في لاعب التايكويندو اللي هم الأعمار متراوح ما بين 12 ل 14 عام ومنتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين يعطيكم ألف عافية الله يعافي شكرا سعادة نادر أبو شاويش مدير بطولة الفجيرة الدولية شكرا لك شكرا إذن ندى وعزائي المشاهدين كانت هذه أجواء اليوم الثالث من بطولة الفجيرة الدولية للتايكويندو 11 شكرا لك كريم على هذه التغطية الجميلة ويعطيك ألف عافية وتوفيق لجميع المشاركين الموجودين معك مشاهدين طبعا فعاليات والمبادرات في إمارتنا الجميلة هي وايد وكثيرة وضمن مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع قام المكتب التمثيل لوزارة الصحة بالفجيرة بتنظيم مبادرة صحية التوعوية بالتعاون مع القطاعين الخاص والحكومي في إمارة بشكل عام وأفتح هذا المخيم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فريق عمل تلفزيون الفجيرة تواجد في هذا الحدث وردلنا بهذا التقرير ضمن بوادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع قام المكتب التمثيلي اليوم لوزارة الصحة بالفجيرة بتنظيم مبادرة توعوية بالتعاون مع القطاعين الخاص والحكومي في إمارة الفجيرة بشكل خاص والإمارات المجاورة بشكل عام حيث قام بفتتاح هذا المخيم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الإجسام واللياقة البدنية والدكتور محمد عبدالله سعيد مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة وعدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات والمراكز الخدمية والصحية تأتي هذه المبادرة بعنوان صحة أمانة بشقين خدمي وتوعوي يخدم ما يزيد على عشر آلاف مريض بالمجان وتوعوي من خلال تقديم خدمات ومحاضرات وورش صحية وتتقيفية يشمل جميع شرائح المجتمع تحت إطار نشر الوعي الصحي بالمجتمع موسيقى موسيقى يعطيكم ألف عافية على هذه المبادرة ودائما إمارتنا الجميلة الفجيرة يعني ما تقصر في هذه المبادرات الجيدة والجميلة في جميع المجالات وأيضا المجالات الصحية وبالفعل التوعية في هذا الموضوع شيء وايد حلو ومبادرة جميلة مشاهدينا الآن بنروح وياكم لفاصل ومنعقبا مكملين معاكم حياكم الله من يديد مشاهدينا بنتحدث اليوم عن الصحة النفسية بالبستنة والعناية بالحداء بعض الدراسات كشفت أن وجود فوائد مذهلة لأعمال العناية بالحديقة تنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسدية عن هذا الموضوع بنتكلم ولكن بعد هذا التقرير اللي حضرتنا ياه زميلتنا أهداء خلونا نشوف ونرجع لكم صباح جديد وتجربة جديدة جبتكم اليوم لأحد المزارع عشان نخط تجربة عايزة أضربها من فترة قررت أني أستخدم البستنة أو الزراعة كأسلوب جديد في حياتي فخلوني أكتشفها معاكم البستنة هي زرعة النبات والأشجار في نطاق ضيئ سواء في المنزل أو الحدائق بهدف التجميل أو الهواية وكمان قالوا لي أن أسلوب البستنة ده هيغير في حياتي ويحسن من نفسيتي بعض الأبحاث العلمية أثبتت أن البستنة لها دور فعال في إراحة الأعصاب وتفريغ الطاقة السلبية في الجسم بسبب تروحها على النفس أو الاستمتاع بتعلم زراعة النباتات ورعايتها زي ما تعودنا على التساؤلات اللي بتجي لكم وبتجي لي بالتأكيد أخذ التجربة ونقلها لكم فيلا بينا شعور الزراعة شعور ممتع والأجمل إنك لما بتزرع نبتة وبترائب نموها بتحس إنك أضفت حياة للحياة وعشان كده قررت أخذ النباتات دي معايا للبيت وحسن أكتر من نفسيتي وهنا كانت نهاية تجربتنا في فقرة الصحة النفسية وأنتو كمان مشاهدين تقدروا تروحوا لقرب ماشتل أو مزرع عليكم وتختاروا نباتات اللي بتحبوها وتستمتعوا بيها وتحسنوا من صحتكم النفسية نشكر زميلتنا هدى على هذا التقرير المميز طبعا الحديث أكثر حول أهمية تحسين الصحة النفسية من خلال البستنة والعناية بالحدائق نرحب بضيفتنا الموجودة معنا في الاستوديو الدكتورة آية شفيق إخصائية الصحة النفسية يا هلو يا مرحبا بك أهلا بيك أهلا بيك حيات شاء الله الدكتورة دكتورة شفتي معنا الفيديو اللي قدمتها هدى طبعا هي يلس تقول أن الوجود داخل هذا الخضار يحسن الطاقة النفسية أو الصحة النفسية صحيح ما صحة هذا الكلام ده كلام صحيح طبعا وبعيد عن الصحة النفسية فكت أن إحنا موجودين في مكان فيه طبيعة ده بيزيد نسبة الأكسجين في الجسم فده بيساعدنا من إحنا نكون أحسن وبيساعد طبعا نحس باسترخاء بشكل كافي وبيصف الزهن وكمان فيه دراسة مؤخرا اتعاملت عن الموضوع أنهما يخلوا الطبيعة تكون عامل مساعد في علاج الاضطرابات النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية ومنها زي الخرف نعم والزهايمر أنهما يخلوا الحالات دي تبدأ تبقى فيه روتين في الزراعة يبدوا يشتغلوا عليه يوميا ده بيأهلهم للصحة العقلية والنفسية ولكن ما هي العلاقة المباشرة دكتورة ما بين الزراعة والصحة النفسية أو تحسين موضوع المرضى بالخرف وغيرها بالضبط هي العلاقة المباشرة يعني فكرة أن فيه بيزرب بنحطها في التربة وبنشوفها كل يوم بتتغير وبيظهر عليها تغيرات ونمو ده باختصار بيدي إحساس بالأمل وفكرة أن أنت بتشوفي حاجة بتتغير قدامك بشكل سريع لكنها صورة مصغيرة عن حياتنا اللي احنا عايشينها أن النهار ده مش زي بكرة وبكرة هيبقى أحسن فده طبعا بيدي بشكل غير مباشر أطاقة إيجابية نعم جميل يصير فيه علاقة ما بين الشخص والزرع والنباتات اللي موجودة حوله تعرفين دكتورة فيه أشخاص يكون عندهم زرع في البيت أو يعني برا في الحوش وشي إذا صار شيء للزرع أو مثلا زرعة ماتت يزعل يعني كأن حد من أفراد العائلة هل كثر ممكن الإنسان يتعلق بالنباتات اللي موجودة صح وده حلو قوي للمشاعر لأنك بتلاقي حاجة تراعيها وتتبر قدامك وبتحس أن هي زي ابنك أو بنتك وتشوفي فعلا سمرها وتشوفي الظهور بتطلع فحاجة جدا مشركة يعني هناك أيضا نقطة أخرى دكتورة يقولك أن العلاقة هي تبادلية في هذا الموضوع بما يخص أن الأشخاص الأصحاء نفسيا يحبون يقومون بهذه الموضوع خلينا نقول الزراعة يحبون ولكن أيضا بالعكس صحيح أن ربما يتم العلاج الأشخاص اللي غير أصحاء بالزراعة فشو العلاقة هذه الموضوع؟ هو من كتر ما هي الطبيعة فعلا بتأثر علينا بشكل ملحوظ كأصحاء فابتدوا المعالجين النفسيين يشوفوا لين اللي منساعدش عندهم مشاكل أو التروب بالفوايد الكتيرة قوي اللي بتيجي من الطبيعة ونبدأ نساعدهم بأنهم كمان مش لازم أكون أنا عندي حاجة معينة خليني أزرع لأ أنا أخذ هدف الزراعة ده من ناحية تانية أن أنا أزرع بس فكرة في بيتي في أي مكان في مشتل أن أنا أشوف الزراعة دي بتكبر يوم بعد يوم ده طبعا بيساعد المرضى بشكل ملحوظ جدا ونسبة عالية يعني في الشفاء نعم بشكل عام يعني خلينا نقول مرضى العصر وهو التوتر والسترس والقلق وغيره أيضا البستنة تساعد في إزالة هذه الأعراض التوتر والقلق بسبب يمكن خلينا نقول أن العمل الجماعي اللي موجود شلون يتم وجود الأشخاص بين العمل الجماعي في البستنة أن يخلصهم من هذا التوتر شوفي بخصوص العمل الجماعي عموما لو في العمل الجماعي في أي مكان أو في أي ممارسة أي رياضة أو أي أن كان بتخلي الشخص يلتزم ويبقى عنده مسئولية تجاه الحاجة اللي هو بيعملها مش يوم واثنين وخلاص الجماعة بتلزم أفرادها أن هم يلتزموا بالحاجة اللي بيعملوها وكمان بيديهم يعني طاقة أن هم يكملوا ويستمروا فده العمل الجماعي فبيعود على الأشخاص المرضى أن هم بيتمقلوا خبراتهم ببعض وإزاي ده أثر علي وأنا كنت بعاني من حاجة فلانية فلما ابتديت أهتم بالزراعة التوتر عندي قال فالمستجد للطريقة بالعلاج بالبستنة هيتحمس أكتر وهيبدأ يدي مجهود أكتر في البيعملو جميل يعني الزراعة بشكل عام يعني لو حد متوتر وهاي يروح يزرع ممكن أنه تتحسن حالة التوتر زين بالنسبة لموضوع خلينا نقول في البيت هل بإمكاننا أن نزرع داخل البيت بدل ما نكون في مزارع يعني بمساحات واسعة طبعا وده جدا مفيد حتى للصحة الجسدية والرئة وتنظيف السدر من أي أتربة من العوادم والسيارات بكيت أن يبقى فيه أكسجين ناكي بالبيت دي حاجة جدا حلوة جسديا ما بالك عقليا بقى والتركيز والزاكرة كل ده بيساعد الجسم يبقى أحسن جميل يعني حتى أنه إذا كانت الزرع يعني بسيط ما عندنا مشكلة بخصوص هذا الموضوع حتى لو بسيط وأنك تهتمي بيه طول الوقت وأنك تكيري على أنك تخليه واخد ميته ومرعيه كويس فكرة المشاعر أنك بتخرجيها لي والعلاقة اللي بينك وبين الزاعة ده بيديك طاقة إيجابية كل يوم هناك دراسات أيضا دكتورة يقولك أن اللون الأخضر بشكل عام وجودة في البيت أو حتى في أي مكان حتى في المكتب يعني ما شاء الله تبارك رحما عندنا أخضر في الستوديو له تأثير إيجابي على النفسية شلون فعلا هو اللون الأخضر تكتو طاقة مشركة فيها نور يعني فيها طاقة مجرد اللون الأخضر لما مش فيه على مساحات أو كده فعلا طبيعي أن اللون الأخضر مش زي اللون الأسود مثلا مختلف تماما صح يبقى ليه تأثير إيجابي جدا على السحة لأنه لون فيه طاقة فيها نور منور نعم فالأخضر هو يعطيتش هذه الطاقة الإيجابية الجميلة صحيح بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من الوحدة أو العزلة يعني يحبون ينسوا بروحهم أو يعني ودهم يطلعون من هذه المشكلة هل البستنة ممكن تساعدهم في هذا الموضوع؟ ساعدهم من خلال العمل الجماعي لما يشوفوا ناس كتير متحمسة أو اللي بيعملوه حابين هيبدأوا هم يشاركوا ويبدأوا لأنه برضو فيها فن يعني لو رساموا عنده حاجة وبيحب يعملها لوحده هو لما يشوف ده ويشوف الزهور والثمار بشكلها الطبيعي في بيئة كلها زرع وألوان وكده طبعا ده هيساعدوا أنه هو يبدع أكتر ويطلع من العزلة اللي هو فيها الجميل أيضا دكتورة نحن في المدارس عندنا هناك أيضا بعض الورشات التعليمية اللي ضم هذا المجال اللي هو البستنة والزراعة يعني موجود حتى عند الطلاب يوم يمارسون هذا الشيء فهو يعتبر شيء جميل ويعود عليهم بالإيجابية بالنسبة للأعمار لو نتحدث شوي عن الأعمار يعني هل شخص طفل خلينا نقول أول أعمارهم صغيرة أكيد بيتأثر ورح ياخذ هذه الطاقة الإيجابية الكبار في العمر أيضا ممكن ياخذون هذه الطاقة الإيجابية بالنسبة للكبار في العمر هو بيقيم من الأمراض اللي بتظهر في السن المبكر زي الزهايمر والخرف والمشاكل الزاكرة والتفكير ده بيسعدهم وهم كبار يحميهم شوي أما وهم صغيرين يعني أنا تذكر وأنا صغيرة في المدرسة لما كان بيجي فيه نشاط زي كده نزرع أو حاجة صحيح جدا مبسوطين يعني صحيح بيدي نعكاس جميل جدا والحلو أيضا مثل ما ذكرتي أنه يوم مثلا نروح نترية متى هذه نبتة رح تطلع أنا أذكر أيضا كنت خليتها في البيت ويالسة أترية فهذا شي جميل يعني خليتش كأنش يالسة ربينا شيء وتشوفينا يكبر عندك مصبرة كده يعلمك حتى الصبر أن أنت تسبري على الأيام وستظهر النتيجة مع الوقت جميل شو ممكن أن ننصح الأشخاص اللي ودهم يتبعون هذا الموضوع شلون يبدون فيه أو شلون ينصحون غيرهم لأن أحيانا الشخص اللي عنده توتر أو اللي عنده قلق أو مريض هو ما يروم يختار العلاج لنفسه يعني أنا ما أقدر أقول لأ لازم أروح لبستنا لأن بتعالج لأ نحتاج أحد ينصحنا فشلون نحن ننصح الأشخاص أن يتجهون لهذا الموضوع والله هو الموضوع بسيط احيانا مش نطلع الفضاء يعني والتجربة خير دليل يعني دلوقتي عايز أتأكد حاجة دي فعالة ولا لا أجرب أعمل دعا بشكل مصغر عندي في البيت أجيب ظهرة أزرحها أشوفها أصمرها أشوف طريقة الإهتمام بيها وأبدأ أن شغل بيها وأشوف التأثير علي هيكون إيه نعم جميل هذا بما يخص أن الشخص هو نفسه يالس يزرع صحيح أما مثلا اليوم أكيد النباتات هي موجودة لزينا في بيوتنا أيضا نباتات الاصناعية أو أيضا الطبيعية شكثر مهم لها تكون موجودة المهم طبعا البلاستيك أو كده بس للمنظر للمنظر ما راح تعطينا التأثير اللي يعطينا إيه نبات طبيعية لا يعني مثلا الأكسجين مش هيجي من البلاستيك هيجي من الطبيعي فده أول حاجة مفيدة من الزرع يعني إحنا نستنشق هوا نضيفه وتفلطر الجو حوالينا فبالتالي يعني فوائدها هتظهر مع الوقت مع أن أنا أشم هوا نضيف مع أن أنا أهتم بيها مع أن أنا أبدأ مع الوقت أشوف حاجة مختلفة بتحصل أبدأ أوسع الدايرة شوية أن أنا بدل ما كانت ظهرة أو زرعة بسيطة أبدأ أن أنا أملأ البيت كله بطريقة معينة والبلكونة وده كله حتى بيدي النعكاس للبيت شكله وطاقة إيجابية حلوة جدا صحيح يعني طاقة إيجابية حتى غريبة أحيانا سبحان الله أنا بس يعني أستغرب أقول شلون يعني شيء في الطبيعة بهذا الجمال يعطيتش هذه الطاقة الجميلة الأشخاص اللي مثلا يزورون العيادات الصحية الصحة النفسية هل يتم مثلا توجيههم حتى لهذا الموضوع ولا لا يعني هو عموما فكرة أنك تمشي في طبيعة وتشوفي زرع وتشمي هوا نظيف دي في الطبيعة مهمة بس هي الفكرة أن دراسات حديثة اتعملت المعالجون بالبستنة يعني لما يكون حد عنده أرك هو يعني وسيلة من وسائل العلاج نعم أو يعني ممكن حالات تستدعي ده وممكن حالات لا بس في الآخر هي مفيدة للكل نعم يعني هي مفيدة للكل يعني فكرة أنك في بيتك زرع ونهتم بالموضوع ده أكيد بينعكس علينا في حالة كان لك أي مشكلة بالصحة النفسية أو حتى كان ما عنده أي مشكلة فهو شي جميل ومهم طراحة دكتورة أنا أتحمس حاببتي أتحمست أن أروح اليوم أشوف أسوي لي شيء أيو فعلا ما أدري شوف بس شيء جميل إن شاء الله يعطيتي العافية وشكرا لوجودتش معانا دكتورة آيا شفيقي خصائية الصحة النفسية شكرا لك شكرا على الطاقة الإيجابية أيضا اللي يبتلنا إياها معك على الستوديو شكرا جدا لك يعطيتي العافية طبعا أكيد الصحة النفسية مشاهدينا شيء وايد مهم وأحيانا نحن نخفل عنها ويمكن أن نغض النظر عنها بسبب انشغالاتنا اليومية الدائمة في الحياة ولكن هناك شيء نحن ما نروم ننساه يقدر يعطينا هذه الطاقة الإيجابية اللي هو الأكل خلونا نروح نشوف الحين تقرير حول طبخة يديدة ونرد لكم صباح الخير معاكم الشيف هاسم مرعي النهاردة هنقدم لكم وصفة جريلة سيباس مع خضار التدرولي مع سوس التحينة بنشوف مع بعض المقادير معانا أول شيء بصل معطة كرافس صالصة طماطم عندنا طماطم مقطع جزر كوسة فلفل ألوان مقطع تشيري طوميتو معانا بصل مقرمش مالي في الزيت ومعانا مايكرو هيربز للدكوريشنز هنبدأ نجهزوا الوصفة مع بعضين أول شيء بأغض الزيت طاقة تكون حامية عن نور شوية من الزيت شوية من البصل أنا من النوعية اللي أنا بحب أغض شوية فلفل وشوية ملح بحيث أطلع الفليفر بتاع البصل شوية يدبل معايا بنزل بفص طوم ناعم لازم لازم البصل الطوم لازم كل حاجة تاخد وقتها عن نور بحيث أنت تطلع الفليفر بتاعها يبقى فيه تست معاك يطلع بالشيء إنت لو تشمي الريحة دلوقتي بعد ما حطيت شوية ملح وشوية فلفل الموضوع بيختلف تماما دلوقتي بدأ اللون ياخد معايا شوية أنزل بالكرافس معايا شوية كرافس تعليبتين صلصة طماطم ونفس الموضوع شوية البنادورة المتقطعة نكمل المقونات بتاعتنا الجزر معايا الكوسة أنزل بالفلفل الألوان معايا لو بسيته على الألوان بتاع الخضار أحمر أخضر الألوان متناسكة وفيها غنية بكل البيتمناء شوية صوية يرين من مركة الخضار وبنزل شوية فلفل ملح دلوقتي هنسيبه الخضار مع بعض يستيبه على نار هادية بنوطع عليه النار وينسيبه زي 5 دقايق أو 10 دقايق بكتير قوي ويكون جاهز معنا وهنبدأ الخطوة التانية اللي هي اللي احنا بنجهزه السمك وزي ما انتو شايفين معنا دلوقتي الخضار استوى بنغطيه بنشيله من على النار وبنجيب القلاية التانية للسمك هحط القلاية على درجة حرارة عالية شوية زيت أسيب القلاية تسخن شوية بحيث لما هحط السمك على الجلد التعو يطلع مقرمش معايا واللون اللي هو الجولدن الكهرمان اللي هو هيطلع كريزبو حلو معنا التاسع شوية زيت ودلوقتي معنا السمك هنزل به مش ناحية اللحم ناحية الجلد الأول شيء لازم تنزل على التاسع اللي هو الجلد سمعيني الصوت الملح والكرفل بتاعنا بسيبو على كل ناحية حوالي من دية ل دية تيل على كل جنب زي ما انتو شايفين على ناحية اللحم دية بالزبط مش اكتر من دية شوية ملح وشوية فلفل نفس الموضوع احنا كده السمك بتاعنا قرر بيستويه لو اكتر من كده ما هتحس بالطعم بتاعه هو كده يستوي السمك بتاعنا دي صالصة التحينة اي صالصة التحينة ليمون طوم ملح فلفل شوية مية خل بس ضربينه مع بعض اللي هي النورمال بتاعتنا العادية خالص دلوقتي بابدأ اقدم اعمل برزنتيشن بتاعي طاصة على النار حط شوية زيت فيها اقطع شوية طوماتو بنص كده بس عندي الطاصة على النار بتسخن بس بجيبها كده شوية اللي انا اديها بس شوية رصت على النار مع شوية ملح و شوية فلفل ادي الفلفل و ادي الملح بس شوية بس اللي هو يغض لون مش اكتر ولا اقل اه خلاص معنا الطماطم بدلوقتي استوت يعني اللي هو انا بديها لون بسيط بس مش اكتر ولا اقل و معنا الصحن بتاعنا بتاعي التقديم بجيب الصحن طبعا زي ما اقولتلكم معنا التحينة و معايا بعمل حاجة بسيطة كده اي حد ممكن عنده الرنك كده انا بالنسبالي بحب شايفين الخضار بتاعنا عاملي ازاي دلوقتي على فكرة انا لا حطيته في فرن ولا اي شيء بس اللي هو على النار بجيبه معايا وابدأ انزل في الرنك كده معايا زي ما انتو شايفين السمك معايا السمك انا بحطه على الجلد يعني كده موسيقى على ما اعطاك اتنين كفاية موسيقى 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 هنا معانا البصل اللي احنا محمرينه في الزيت شوية موسيقى وهنا معانا المايكرو هيربز موسيقى 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 ريتا تولي مع سوس التحينة وأشوفكم في فقرات تانية إن شاء الله مع السلام شفنا معكم مشاهدينا هذه الوصفة الجميلة واللذيذة للسيباس وأيضا خلوكم معانا لأن اليوم بعد عندنا وصفة نتكلم عنها في آخر الفقرة واللي هي قرص الجدر خلوكم معانا رح نتحدث عنها أكثر هذه المعروفة أنها أكلة تراثية إماراتية يعني اليوم رح نعطيكم مائد اختيارات ترمون أنكم تسوونها في البيت مشاهدينا طبعا الحين وصلنا للفقرة الفنية ميزمي ليث الهيسم يا صباح الخير يا ليث يا صباح الخير يا ندا أهلا وسهلا كيف الحال كيف الطاقة اليوم طاقة جدا جميلة وإيجابية دائما يعني مع قرص الجدر ستكون رائعا أكيد اليوم أخبارنا كثير فنية نعم وفيها ترندات غريبة ستصير سنقرأها هلأ ونشوف شو الخبر صباح الخير لكل المشاهدين طبعا لدينا مواضيع كثير لليوم حتى نبدأ فيها فقارتنا ونبدأها بالعنوين طبعا عمل فني يجمع بلقيس ومروان خوري لأول مرة وعارضة أزياء هندية تفبرك خبر وفاتها والسبب غريب مسلسل عربي يثير الجدل ويتصدر لترند وعندنا كمان خبر عالمي سلين ديون ومفاجأة حفل جرامي طب مع أول خبر نروح للتفاصيل بفرحة كبيرة استقبل جمهور النجم مروان خوري بطبيعة الحال والنجمة بلقيس خبر إعلانهم عن الديو الغنائي يلي رح يجمحهم مع بعض ويلي حيحمل اسم خدي الغمرات حيتم طرح الكليب يوم 14 فبراير شباط احتفالا مع الجمهور بيوم الحب وعبرت بلقيس عن سعادتها بالديو في بوست نشرته عبر منصة إكس قالت فيه ديو عربي بعنوان خدي الغمرات سيرى النور قريبا رح يجمعني مع الفنان الكبير مروان خوري انتظرونا والأغنية من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري وإخراج بها خداج وقالت بلقيس انو العمل تم التحضير لإله بإتقان كبير معبر عن حبها بالفنان اللبناني مروان وواصف إياه بالقامة الفنية وبكواليس التصوير الكليب فاجأت نظرا مال زوجة مروان نأخوري واحتفلت معه بعيد ميلاده يعني هذا الديو اعتقد رح حقق نجاح كبير أنا يالسة أحاول أن أدمج في مخيلتي الأصوات ما بين صوت مروان وبلقيس يعني صوتين جدا جميلين فأتوقع أن هذه الأغنية رح تكون جميلة هت الموسم إن شاء الله تكون لنعنهم كل التوفيق إن شاء الله ومع خبرنا الثاني خبر غريب كيري سمعنا عن حملات ترويج مثيرة للجدل بس مثل هاي الحملة أنا ما سمعت ما بعرف إذا أنت سمعت يا ندا عارضة أزياء طبعا هندية اسمها بونام باندي انتشر خبر وفاتها ونزل بيان رسمي للخبر على صفحتها على إنستجرام مكتوب فيه بقلوب حزينة جدا نبلغكم بأنه محبوبتنا بونام رحلت بسبب سرطان عنق الرحم هذا الإعلان من شخصية مشهورة بطبيعة على إنستجرام أكثر من مليون شخص مش راح يمر مرور الكرام بطبيعة الحال ففور انتشار الخبر تناقلت وسائل الإعلام هذا الخبر حتى ويكابيديا وثقت الإعلان يعني الناس اعتمدت الخبر وكأنه حقيقة لحتى نكتشف بعد 24 ساعة بأنه الموضوع مفبرك والغريب أنه الخبر مش إشاعة أو أنه حسابها مصروق لا هي بنفسها نزلت الخبر وفبركته أكيد ردت فعل الناس حتكون صادمة أنه ليش عملت هيك بدك يعني تزداد شهرة شو الأسباب اللي بتخلي شخص يفبرك خبر وفاته والسبب حسب تعبيرها إنها فبركت خبر الوفاة لحتى تزيد وعي الجمهور حاول سرطان عنق الرحم والموضوع ما خلص هون بنام صارت تنشر على حسابها البيانات والنتائج اللي حققها الخبر لدعم الحملة وكيف تحسنت عملية البحث عن مرض السرطان أو بالتحديد عنق الرحم وكيف صارت تريند ويمكن هذا الموضوع الأهم بالنسبة لها ومن بعد ما عملت هذا اللي عملت وطلعت بفيديو واعتذرت عن اللي عملت قالت أيضا إنها فخورة بالعملت واللي حققوا خبر وفاتها خلينا نشوف اعتذارها يعني إن شاء الله المشاهير بعالمنا العربي ما ينتبه لهيك يعني فكرة هي صدمة وتوعية في نفس الوقت ربما هي حبت أنها توصل هذه الرسالة ولكن يعني بطريقة مختلفة يعني صادمة صادمة وأنا بآمن بطاقة الجد وهي الأشياء أنا ما بحب ذها وإن شاء الله يعني زي ما حكينا المشاهير في عالمنا ما يلتفتوا لهيك أفكار وننتقل إلى الخبر الآخر معنا لليوم بطبيعة الحال خبر هو مع وجود المنصات أصبح للجمهور فرصة أنه يتابع مسلسلات كثير خارج موسم رمضان وكثير مسلسلات عم تعرض حاليا وعم بتحقق نسب مشاهدة عالية ومنهم المسلسل المصري حتوت منسية واللي من بداية تعرضه عم بحقق نسب مشاهدة عالية وعم بتصدر لترند بسبب مواضيعه الاجتماعية الشائكة ياللي بيناقشها المسلسل فبتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي عن قصة أرملة بتجسدها الفنانة الكبيرة سوسن بدر طبعا بتلعب بدور أم وبتواجه تحديات كثيرة بعد رحيل زوجها اللي تركها وترك كل أمواله تحت صرفها ومن ثم بيناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات بطبيعة الحالي اللي بتقدمها الأم لأبنائها والميرات ولكن مع آثار الضجة مؤخرا هو طرح إشكالية تأجير الأرحام اللي تسبب في إطارة حالة من الجدل حول مشروعية هذه العملية من الناحيتين الدينية والإنسانية وغيرها من الشخصيات بطبيعة الحال بالمسلسل في شخصية لدهب واللي بتلعبها النجمة المصرية عبير صبري شخصية دهب من الشخصيات اللي لاقت صدق إيجابي بالعمل بالرغم من إنها شخصية صعبة وعنيدة وكثير من الجمهور اعتبروها عدوانية ومغرورة ولكن عبير صبري بتبرر سبب عندها وتحدي شخصية دهب من خلال مداخلة خاصتنا فيها لصباح الخير يا وطن خلينا نسمع النجمة عبير صبري صباح الخير يا ليس وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الفجيرة وإن شاء الله يومكم جميل ويومكم سعيد وطبعا أنا متشكرة جدا ومبسوطة أن أنا أكون معاكم الصبح عشان نتكلم على مسلسل حدوثة من سية خصوصا بعد النجاح الكبير اللي هو بيلاقيه دلوقتي بعد حوالي أسبوع من عرضه يعني بيعرض طبعا على القنوات المصرية وعلى سعيدة جدا أن المسلسل بقى ترند يعني بقى له أكتر من يومين جمال الأحداث وسرعتها وأحداث مشوقة وقصص مشوقة جدا وحكايات لكابلز وقضايا مهمة وجديدة زي مثلا قضايا تأجير الأرحام ودي أعتقد أنها قضايا مهمة جدا على النقاش في الوطن العربي يعني مبسوطة أكتر بشخصية دهب طبعا اللي أنا بقوم بيها لأنها شخصية مختلفة جذابة وملفتة جدا ويعني زي ما الناس شايفها هي مش شخصية عدوانية زي ما أحيانا الناس بتقول لي لا هي شخصية من طبقة اجتماعية مش مرتفعة ولكن غنية غنى يعني كبير قوي وعندها مركبات نقص تجاه عائلة زوجها إنه عائلة زوجها من طبقة اجتماعية أعلى منها فعندها مركبات نقص يعني بخصوص إنها تظهر إنها عندها شيء تتفوق بيه على العائلة دي يمكن برضو شخصية دهب من ضمن الحاجات الملفتة اللي فيها إنه هي يعني شخصية قوية على الزوج نظرا لطول مدة الزواج ومعندهش رابط عاطفي معاه نظرتها لتربية الأولاد إنه المدارس الغالية واللبس والرفاهيات هي دي التربية الحديثة وده طبعا هنشوف بعد كده خطأ ده ولسته فيه قضايا مهمة قوي أصلا في دور دهب هنشوفها بعد يعني في الحلقات القادمة هتصير جدل أكتر كمان بالإضافة طبعا دهب فيها خفة دم يعني واضحة جدا بتجدب بتنقل الأخبار من هنا إلى هنا بتوقع الناس في بعض يعني عندها موصفات كده شخصية يعني غريبة شوية طبعا أنا مبسوطة أنا مبسوطة جدا بالصدر الكبير لمسلسل حدوثة منسية وسعيدة بنجاحي وبباركة زملائي كلهم نجمة القاديرة أستاذة ساوسا بدر ريم سامي رجوة طارق صبري كل نجوم العمل يعني بالنسبة للمشاركتي في رمضان كان عندي فعليا مسلسل أولاد الحج متولي ولكن توقف انتجيا يعني أو مش عارفة بقى يمكن نستأنفه أو نبدأه يعني بعد رمضان إن شاء الله فبإذن الله يعني العمل ده يعجب الناس ويحقق نجاح اللي بنتمناه كلنا وشكرا جدا أن أنا كنت معاكم وصباح الفل وصباح الورد وإن شاء الله يومكم جميل أكيد نحنا من وجه تحياتنا الفنان عبير سابريون ونستنى تصاعد الأحداث وألف مبروك على العمل والأعمال القادمة وخبرنا الرابح هو خبر عالمي ففاجأت الفنان العالمية سيلين ديون الجمهور بأول ظهور علني إلها بعد تشخيص إصابتها بالمرض بحفل توزيع جوائز لجرام اللي أقيم أول أمس وحصتت سيلين ديون تفاعل كبير من قبل الجمهور واستقبال رائع فور صعودها على المسرح وقالت بحبكم وأضافت عندما أقول إني سعيدة بوجودي هنا فأنا أعني ذلك حقا من أعماق قلبي خلينا نسمع شو حكت طبعا ظهور ديون كان الأبرز بالحفل وقدمت جائزة ألبوم العام وهي الجائزة اللي فازت فيها من سبع وعشرين عام كانت أول مرة بتهوز فيها وقبل الإعلان عن الرابح قالت ديون للحضور ألا تأخذوا على محمل الجد الفرح اللي تجلب الموسيقى ثم أعلنت اسم الفائزة بجائزة ألبوم العام اللي كانت من نصيب النجمة العالمية تيلور سيفت وقبل هذا الحفل بأيام كانت أعلنت سيلين ديون عن وثائق جديد بعنوان I am سيلين ديون واللي بروي قصة حياتها من بدايتها في عالم الغناء وصولا إلى مرضها النادر يلي أبعدها عن المسارح لفترة طويلة وأعلنت استوديوهات أمازون أم جي أم إنها حصلت على الحقوق العالمية للفيلم الوثائق الطويل اللي أخرجته المرشحة لجائزة الأوسكار إيرين تايلور وفقا للملخص الرسمي للفيلم فإن وثائق أنا سيلين ديون هو مغامرة رح تاخد المشاهدين في رحلة سيلين ديون بين الماضي والحاضر ورح تكشف عن معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب SPS بطبيعة الحال نحن مننتظر هذا الوثائق ندر أنه مختلف وحلو كمان أن نسلط الضوء على هذه المسيرة الفنية صحيح أكيد سيلين ديون يعني معروف عندها خلينا نقول رحلة فنية ضخمة فجميل أنها يتم عرضها في هذا الفيلم وجميل أنها رجعنا شفناها في المسرح لأنه كان لها فترة مختفية بسبب هذا المرض ولما ظهرت كانت قوية وكانت تتحدى المرض فلهن نحن ننتهينا بأخبارنا شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل يعطيك ألف عافية يا ليف أكيد نشوفك الأسبوع المقبل مع أخبار يديدة وحكاية وقصص طبعا نشكر ليف على وجودها معنا مشاهدين نحن مستمرين وياكم ولكن طلع فاصل وراجع ردينا لكم من يديد مشاهدينا وصلنا الحين لفقرتنا الأخيرة من حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا وطن فقرات السنع نتكلم اليوم عن أكلة قرص القدر اللي هي تعتبر من ألذ الأطباق الإماراتية الشعبية وخصوصا في الشتر تفاصيل أكثر نتعرف عليها ويا ضيفتنا الموجودة معنا في الستيديو الوالدة أم خماتيا مرحبا بيت شو حياة الله يا هلا مرحبا في شحبك يا صباح الخير ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عندنا الأطباق هذه الجميلة اليوم نتكلم عن قرص القدر قدنا قرص القدر قولينا عن شلون يساووا حبرنا هذا قرص القدر حلو شو مكوناتها مكوناتها من طحين زين طحين قينا الطحين حطينا في شو حطينا في ملح جوية طشة سكر مبويل زين 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 عقب معيننا يبنى الطوبي أول نحن نسوي على جسمه في قدر نخبز نسوي القرص في قدر هذا في الأول زمان في قدر أقب ما خلصنا عيننا وحطينا حينة في القدر صويناها لدرس لخلناها وعقب دشنا لها قلبناها هو في القدر والتم موجود لما تنضي عقب زخيناها وقصصناها زين يبنى لها الحين أول يحيب لها الرشاد زين يدقونها ويحطون لها صاروت الكفار الكفار يطلعوها بالكفار وقابوا لها يلتوها لين فتطلع نعيمة الآن بدلا لما نحطينا الكفار الآن خليناها بقدرها زين بالقدر هذا قول لحد منهم يحيب لها رشاد ويدققوها برشاد لما تنأم وحد منهم نجيب لها الجسم المكينة اللي نحن نسوي عليها الملوخية قطع عليها الملوخية وتقدر لها شمل بالملوخية أكده أفضل ويكون نعيمة لا بنمسكها بدينا ولا بنمسكها بشي لاشلنا الطحيرة بتشلها بقفشة ولا خلصنا بقفشة ولا قلبنا القرص بنقلبها بالقفشة ولا بدينا نشتغل في شغلتنا على القرص وتقطيعها بنمسك جسمها الملوخية هال الحديد السقينة وقطعناها كامل لما طلعت بودرة الحين اللي بتشوفها بتقولها هاي محطيها مكينة مطحونة هي لا صحي هي مو بمكينة بس تحسينها هنا في مكينة هي بس مخماس في ناس يسوونها يمكن تقيلة أو كبيرة أكبر متينة متينة نعم في ناس تشيف شو الفرق ولا هي نفسها لا هي نفسها بس أنا هام سويتينها متينة قرص واحد هذا هذا قرص واحد واحد سويتها متين العربي عقب ما قطعت وزهبيتها حطيت عليه دهنة عربي هاي عقب ما قطعتها وخلصتها مو بلنا يوم اللي حطينا الطحين الدهنة العربية لا عقب ما قطعتها وزهبيتها الطحينة طبعا بتغضي ليس بيضة لكن أنا دهنتي بحرق دهنة عربي بالزمنة برشة رشة سكر وهذه شو أصول أصولها لوننا كلها الوصول وتقاليد أكثر شي الحين بالبارد هو يدفو فيها يسوها الحين شو يسووا بها أنتوا بعدكم يمكن يسوها منسة ها زين هاي التوت تصلح بوزفير للمنسة سونا اللحمة زين وحطينا عقب مناضيات فوية حطينا عليها روبة ويروب زين وبعدين يبناها وصبناها عليها من فوق وطلعت منسة حق حقيقة يا سلام هاي هذا قرص القدر زين وهذا عندش هذا القرص اللي أنا ويوم شف خضني بو عيالي ورحت نعم ورحت حماتي زين عمت عيالي هذا انتوا سويت الله يرحمها ويغفر لها هذا اسمه الخنفروش فيه الخنفروش يسوى بقرص كده وشي منه أصغر على التاوى صغيرة وشي منه يتطلع الخنفروش على كده لكن الخنفروش اللي شفت عمت عيالي الله يرحمها الله يرحمه ويغفر لها فاطمة بارك المندي نعم انه شفت هاي ومسوى الخنفروش تقول لي خماص الخنفروش احطينا الطحينة حطينا 12 بيضة حطينا الهيل والزعفان والماء ورد وخلطناه وخلطناه والهيل داشتهنا ليه وصويناه وكان شي دهنة العربي تسوى بالدهن العربي الخنفروش هو هذا ومسواي بنفس الطريقة اللي قلت نفس الطريقة اما شفت حماتي في السبعينات انها هي سوية خنفروش اكدر نفس هذا نعم يا سلام يعني هذا يعني واضح من يدوتي ام ابوي وحياة يدوتي الثانية الحياة الفارة يسوى انه القرص اكدر وفيه عنده قرص العقيلي شو هذا شو الفرق القرص العقيلي هو هذا القرص بس متين متين وهي والقرص هذا تكون ما شو الحطب الصمر يأتي حق الحطب الصمر سو الحطب الصمر ما فيه دخانه ويطلع ليش معادي كلام عينا العجينة حطب الصمر عينا العجينة وخليها جابسة ما لينا وحناك الفحم مستوى يبلغ الطحين وقرص على ذاك اليمار زين هي حطت اليمار فرشته كده لا كان عود ولا صغيرة المهم هو هذا اسمه قرص العقيلي قرص هذا في الستينات حياتي الدوتي أم أبوه وحياتي الدوتي مع الفارة كانوا يسوهم الله يرحمهم هو قرص العقيلي بس يغفر لهم بنشو من له الفحم الفحم من الصمر زين صحيح زين مخمس خلينا نشوفي المشاهدين الأغراض اللي عندك هناك عندي طولة العمر هذا هو هذا هذا الأخلاص يا سلام نعم وهذا مشاهديني هذا الشامي شوفوا مشاهدينا شوفوا تبارك الرحمن أنتم ما طلبتوا هذا وأنا كونت لكم هذا التفاون وانتي طبعا ما قصرتي يا أم خماس يعني نحنا طلبنا هذا ومشاهدين نعم وأنا زيديته هذا الكامي زين قولي لنا عنه الكامي شنون يسوونا الكامي والله المخط هذا يكون من إيهاب يلد الغنم ولا يكون من أسقى اللي هو الحديد اللي هو تطور فيه كان أول إيهاب يدحو عقب تطور للحديد والحديد هذا يابو من الهند بن بنبي يوم تطورت هذا يوم يصيروا هذا يسافرون بنبي يابو إيهاب واللي هو حديد الحديد اللي حطوه اللي حطوه قمنا نحجن في الحليب ونحطيه في الحديد وحطينا زورة كذا أبهناها وقمنا ندق نخضى حطنا لما حطنا لما طلعت الدهانة عقب أما طلعت الدهانة حطينا شوية ملحة في اللبن استوط شلنا للدهانة وخوزيناها تم اللبن اللبن هذا كوناه من شو من شامي حطيناه داخل قدر وحطيناه على الغاز صرنا على الغاز لما كانت صارت شامي يصير شي صارت هذا الكامية عند الشهادة اللي هي اللي خلاصة يوم الدهانة أول ما يوم الدهانة السمن طلعت البهارات اللي مضى وبابه السمن اللي تمت في السمن في السمنة نزيل مشلناها البهارات وجابنا لها طحين أو طحين عيش أو طحين بر اللي هو البر وأنا مسوتناه من طحين البر طحين البر نعم نعم شلنات وحطيناها مع البهارات تحطيناه البهارات اللي هو سنوت كامون حبة الحلوة حطيناه وكوناها هيلنا لا ما شهي من غير هيل لا ما شهي بس صارت عندش هي هذه لخلاصة وذوقوها وصحتين وعافية وإن شاء الله أنكم تستنفعون موراها هذا حق الريوق واللي يطلب من جماعتنا واللي يبغى نكامي سويت وخلاصة هي نعم دوبت السمن هي نعم هذا السمن اللي مذوب وهذا التامية نعم هذا من يومين وهذا السمن هذا اللي أنتو تسوون تذوبونا يعني عسب تستخدمونا نستخدم وهذا وهذا واللي تمعدنا من البهارات حطينا داخل سطل وخليناها في الثلازة يستنفع فيه يوم غايت نسوي خلاص طلعينا البهارات مننا وسوينا زينوم خماس اختلف شي يعني اليوم هذه الأطباق التراثية يوم يسوونها نس الشي ولا مثلا ضافوا لها بهارات يديدة ضافوا لها نكهات يديدة لا شو يبقل هذه ما تنضاف لها شي طول أنه هذا يحط عليها شوية ثمن أنا برش على الكامية هذا الدهنة زين يعطيت شرقة هذا الثمنة ها هوي نحط هاي نعمة هالشكلها شوية قدام تقدمينا بعد هذا شلون خبز ولا كيف بالعيس هذا الكامية تاكلي مع التمر وأنا نسيت التمر تحطين شوية اخلاصة وتحطين عليها تمرة أنا نسيت وعقوبية التمر صحيح حالو تاكلي مع التمر طبعا هذا لازم والشاي والقهوة والشاي والقهوة متواجدة دائما وآداتنا وتقاليدنا على قهوتنا حاضرة نعم هالآدات والتقاليد زين عندش بقول هذا شو اسمه مرة ثانية وخمات شو هذا أخلاصة نعم شو فيها الأخلاصة ما شاء الله اللهم صلى على زيدنا نبي محمد شوف ما شلون يعني هيا شلون تعرفين أن هذه مضبوطة من يعني كمية أنا بتحكم فيها لا طولت على الغاز اختربت لا قصرت على الغاز بتعطيني هذه لأخلاصة ها ويا بعض ها هي نعم ما شاهدت يا سلام وعندش التمره وصحتين وعافية التمره والثمن يا سلام يعني هذه أصولها يعني خلينا نقول بالأصول هذا الوصول الكامي والأخلاص والخلاص عبدتك العافية يا مخمات صراحة الله يعافيش إن شاء الله يا رب وصحتين وعافية عبدتك العافية وهذه الأمور تقريبا كانت شكرا 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 يا سلام بتريق أنا عاد صحتين وعافية عطيتي العافية وهذه موجودة على الريوك دائما صحيح موجودة يعني قولينا شكثر ترتبط هذه المأكلات بالتراث شوفي إحنا ترتبط عندنا درس القدر عندنا الخمفروس عندنا القيمات المحلة عندنا خبز الأرقاق الخبز الأرقاق عندنا مفضل في الأول وقرس الثاني بعد فيه قرس غير الخمفروس فيه عدة قروس بعد نفس الشي قرس سوينا نفس القرس سوينا خفيفة أه إذا كان خفيف يعني غير سويناها غير هي حاطيناها فيها صينية آدية كذا حاطينا عليها دهن وحاطينا عليها السكر ويا الله صحتين وعافية يا سلام والبلالت شوها البلالت بعد نفس الحركة البلالت الحين أول ما يحمروا البلالت الحين نحمر لها البلالت أول يبني البلالت حاطينا في القدر ما يوثار صب بال итог حطينا عليها السكر حطينا فيها هي حطينا كان عندنا زعفران رشينا عليه زعفران أكبر ما خلصينا صميناها داخل القدر قصرنا على القدر قاعدة فيها سابنة قصرنا عليه ردنا سوونا لها قرص بيض حقنا القرص البيض وعقب ما خلصنا قرص البيض يبناه وحطيناه على البلاليط من فوق مغرفنا حطيناه من فوق قرص البيض شو رأيك مخماس بالبلاليط اليوم اللي يعطين يسوونها نكهات وألوان وغيره والله هذا ترى الحين كل شيء يزيل نعم حتى مخماس الحين يوم ما بسوي بلاليط حمرت البلاليط الحين البلاليط بعد غيرناها سوينا البلاليط مثل صنعة الهند الهند يسووها بالحليب بالحليب نعم الحين احنا سويناها بالحليب والمكسرات والهيل وشوية زعفران واللي عادية بس اهم شيء حليب والسكر عادة هذه حسب الضوء واحد شلون يحبها يباهد فيه يا انهم يبوها غليظة يا انهم يبوها خفيفة وشربونها خفيفة وحطوا فيها قصطة شوية قصطة نشأ وخلطوه وصبوه على البلاليط من فوق وخلصت وطلعت مع لها كلام كيف تطلع ليش هاشتكل يا سلام يا سلام يعني ما تعرفين يوم خماش كثر انا مستانسة والله العظيم يعني مستانسة وايد اللي هي البلاليط لمحمرة لازم نحمرها حطينا زبدة او سمنا حمرين البلاليط طلعت لهنا حمراء الماي حار موجود صبينا عليها ماي حار حطينا عليها السكر حطينا عليها الهيل حطينا عليها رشيناها بالزعفرات قلبناها غطينا عليها على نار هادية لين تطلع البخار منها بندناها وقدمناها هذه البلاليط اللي احنا نسويها مبنوع واحد كذا نوع بس في شغلة عم خمس يعني هذه المأكلات يعني خلينا نقول لي هي تراثية يسويها مهاتنا وغيرها تحسين الحين يعني البنات نعم يتعلمونها ولا لا والله لطول عمره يتعلمون الحين البنات ما شاء الله ونجحوا والرياعة يتعلمون الصنعتنا ونجحوا والحمد الله اكثر من خالد حرية ونجح من طبخاته خالد حرية حطان هنا رقم اثنين عمره رقم واحد يوم كنا في الدراما في الفجيرة نعم يوم يشم الريحة وكان هو ونم سوي هذا صالونا ويمشي وقل يا ربي وين هالريحة ويطوي يا ربي وين هالريحة يا ربي شمشي وخالد حرية يوم وصلني عندش انتي يقول لي هذا اكشف عن القدر يا ربي حد ينافسني حد ينافسني اهنا انت شاس مش قلت انا مخماص موكلات الشعبية والتراثية امو خماص اما القدر اقول لي والملاس خالد حرية قال احيدنا رقم واحد قلت لانت تم رقم اثنين وانا بيت تم رقم واحد نعم ضافة الشيخ عبدالله بن حمد واقف ما لو تم واقف يطالع يقول من هو مخماص وخالد حرية خالد حرية مثل نافسينا ناوية فمصد وشافه سلمنا عليه قال لي شوف عمي طلت عمرك الشيخ في وحدة عدكم هنا منافسة لي وانا مادري بالدنيا يا سلام قال لي طلت عمرك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيح قال لي نعم قال لي هاي مخلفة وليس مولفة قال لي هذا مخلفة لنا وليس مولفة هذا انكرها منا الله يحفظ والحمد لله مست الخطة والسنة شغلتنا والحمد لله نشكر الله ونحمده الحمد لله فيضلاوية ما من اليوم طبخاتي يعني أعطيهم شيء من السبعينات وشيء من السبعينات وياي والله يعني كل شيء كل شيء ويا بعض يعني أنا أعطيها فوق المية والله والله هنا فوق أنا ضكت اللي عندي فوق المية الله يعطيش الصحة والعافية بجيت السبعينات أخدم الملابس يبت مكينة وقم تخيط كان عدنا ما عدنا غير خياط هذا السبعينات وانا بيت أهلي يبت مكينة وقعد تخيط حق الجماعة ما عدهم حد يخيط لهم وقم تخيطهم مربح حق العياد وهذا والحمد لله ومربي بنتي وخيط لهم الملابس والصراويل والقوان والكلوش كان في الأول قوان والكلوش والملفو والمنفوش أنا بدأت أخيطه أبروحي وأنا يتحييك تبارك الرحمن نعم الحمد لله أبداعات يعني أبداعات من زمان مخمات بدأت بدأت الدخون الدقة تحولت على الدخون على الدخون نعم على طول تحولت على الدخون خلاص يعني كلها كلها ما خليتي شي مخمات تبارك الرحمن تبارك الرحمن تحولت على الدخون بدأت أبدأ دخون دقة في الأول وهاها وع bucket عند حي في القصر بית الشيخ صالح تقول لي حاياة ج working in the life of the party الله يرحمها ويغفر ليها أمي تقول لي تعالي بتعلمنا Fundnyt is not Allah ار touchdown انا باعلم ت Alliance you Gerstiφ قلت أنا ما عموت شو انا عموت أمتي عم والدي الشيخ صالح طالع من بطنه وقامت شيخة حصي يا relevant والدي الشيخ صالح طالع من بطني أنت طالعة من بطني يا سلام ما شاء الله تبقى صالح الأول وأنت الثانية ردتشيها الثانية كانت تقول كي وأنا قلت بعد أنت بنتي أنا أتكرمة أنا أعلمها الدخون أعلمتني مرة ثانية عندنا للدخون واستعلمت الدخون كيف تسوي تصنعوه وأنا خط المعلومات لا تسوي كده وانا تسوي تطبقت عليه الله يطول بعمل رجل وخماس ونحليك دائما تبدعون في هذه الأشياء الجميلة اللي تقدمونها ويد أسعدتين اليوم بلودت معنا في الاستيديو بيض الله ويدت الله يسلمت مشكورين على هبطة اللي يتوني فيها وشكرا لك حكومتنا الرشيدة وشكرا لشيوخنا وين ما كانوا وشكرا شعب ودولة الأمارات ونشكركم أنتم الله يسلمت نورت مكان مكانت والنور نوركم والله يجبكم الصحة والعافية وكانت بصور اسمحوني لا أبد 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 ودلة القهوة وهذه القهوة هذا القهوة هذا من أول من السبب هذه من أول هذه القهوة هذه القديمة حيلا يعطيك ألف عافية والله ولا قصرتي ومشكورة وعاد الحين عقب البرنامج كنا بتريق إن شاء الله حياكم الله يعطيك العافية طبعا المشاهدينا لأنهني وصلنا لختام حلقتنا من برنامج صباح الخير يا وطن نتمنى لكم يوم سعيد اللقاء يا تجدد غدا يا زميلي عامر اشتركوا في القناة